من آثار وفوائد وثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كلما أقبل على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واقتدى به وتأسى به فإنه يكره البدع لأنه أيها الإخوة كما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك فلا يجتمع سنة وبدعة الإخلاص لا يمكن أن يجامع الشرك وكذلك أيضا السنة لا تجامع البدعة فمن آثار محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام أنك تكره البدع وأنك تنبذها لأن البدع شر عظيم وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وكان على منبره في كل جمعة يقول اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر